هنا الأخطاء الدفاعية مع المنتخب عنده السرعات وعنده الرتم السريع اللي احنا اتفرجنا عليه مع المنتخب الفرنسي اللي انا زي ما انا شفتك في تقريرك لعب 4 ماتشاط كسب اللي 4 ماتشاط جايب 8 أهداف مدخلش فيه الهدف يعني المنتخب بيعرف يدفع كويس قوي وبيعرف يهاجم كويس قوي ودي مشكلة كبيرة رغم ان احنا ما اتفرجنا لو كل الناس اللي تبعت المباراة مع المنتخب الارجنطيني تقريبا كان الاستحواز 31 لفرنسا وت69 لمنتخب الارجنطيني فمعنى كده ان المنتخب بيعرف يدفع كويس قوي اه جاب الجون في الديئة 5 في بداية المباراة انما في الاخر حرم منتخب الارجنطيني ان يحرز فيه هدف رغم ان كان عنده حاجات كتيرة جدا وضيع اتلغاله هدف وضيع كورة في العرضة انما في الاخر منتخب يقلقك بشكل كبير جدا على فكرة اتمنى على فكرة سمع ما جيت في المباراة دي عشانا بقى امين يعني الناس يعني كتير كل الناس طبعا وده خطأ من عنده كبير بس حسام عامل مباراة جايدة جدا هو ماشي بشكل كويس بس عنده مشكلة بيسرح ايوه ومشكلة المدافع في لحظة اما التعب بيسيطر عليه ويبتدي يسرح ما يكملش تركيزه بنسبة 100% هنا يفضل يعمل كل حاجة كويسة وبعدين ياخد لقطة وحشة اللقطة الوحشة دي هي اللي بتخلص على المباراة يعني لو انت النهاردة في كورة زي دي لا قدر الله وما انقذناش المحترم يعني كان حسام شال الليلة بالزبط كده كانت مصر كلها النهاردة بتعمل حفلة على حسام عبد المجيد عشان كورة الهدف بالشكل ده فلادم يركز عقصة اوه ساعة الكورة بتبقى ظلم اهو في الحاجات دي اه طبعا لان رغم ان انا معاك ان اعمل ماشيات كويسة جدا بيشتغل في اطارات كبيرة في المباراة بشكل كويس جدا بيشيل حاجات صعبة جدا عمل كذا انقاذات فيها تاكلنج من جوة 18 راجل بيشت عمل تاكلنج جوة 18 ومنع كورة هدف مليون المية مليون المية كانت كورة هدف حسام عبد المجيد انما لازم يا حسام تخلي تركيزك 100% في المباراة ما تديش نفسك فرصة تفكر انا كويس ولا وحش التركيز ذا بيروح منك ليه انت بتفكر في يجي عليك وقت وانت بتدير الماتش طب انا كنت كويس انا كنت وحش ثقتك في نفسك لازم تبقى اكتر من كده بكتير ان الطول ما هتبقى وصق في نفسك كلما مرضود الفعل عندك هبقى انا عايز اقالك على حمزة علاوة كده هخش على المباراة فرنسا في جزئة مهمة بس عايز اقالك الاول على حمزة علاوة انا عايز اتكلم على زيزو زيزو الاول اه طبعا اه هكلمك طبعا ده لازم نختم به في الاخ نتكلم على زيزو ده زيزو في الديئة النهاردة 87 دخلنا في الديئة 88 بص الكرة جاية هنا في التمريرة الطبيعي ماشي الفريم هات المفريم البعده دي علي مين زيزو الطبيعي هنا زيزو يعمل ايه حطها بيمينه بيمينه هنا يعمل هنا في الحتة دي زي ما تيجي لو عملها بيمينه هتلاقي كام واحد من منتخب برجواي موجود في الحتة دي كان يقدر يعمل الحتة الدفاعية 6 على 3 هو ما شاف الرؤية رفع وشه وشاف الرؤية ان المساحة دي هتخليه ما يعملش الكروس بشكل كويس او ما هيطلح يبقى فيه ناس هتقدر تعطله اما الراجل لمم الكرة بيمينه هات ماشي الفريم البعده اما اخذها على شماله هنا عشان تشوف ماشي كمان الفريم البعده بص بيشوف رفعت ايد هات كمان البعده كمان الفريم البعده كمان رفعت ايد مين هنا ابراهيم عادل فهنا زيزو خد القرار ان يحط في المساحة اللي فضية هنا للرجل بيشاوله ابراهيم عادل ده اللي بيقاتل وضرب الاسبرينتي ده اما الكرة ترفعت هنا زيزو بيرفع عشان الاتنين اللي موجودين جوه اي واحد يحط بدماجه انما ابراهيم عادل هنا يفاجئ الناس كلها من ظهر الناس كلها عشان يفرح المساحة هو فاجئ الناس كلها الا زيزو طبعا زيزو مدهاله لا زيزو لعبها بشماله بشماله ما انا قلتلك خلاص ما هو زيزو في الحتة الاونية لو بيمينه اللي هي عادلته ورجلي اللي هو بيحبها ويشتغل بيها كان حطها بيمينه كان فيه خمس سلاف رجل وخمس سلاف دماجه هنا هتشيل الكورة بشكل كبير جدا انما هو فضل انه وما شاف الراجل بيجري وبيرفع ليده هنا انه يقطم له جوه ويحط الكورة برجله الشمال عشان تكون النهاردة في المساحة الفضل يا رب الله عادل عشان يقدر يحرزنا هدف ولا اجمل ولا اروع ويفرح بينا ويعيدنا مرة تانية في توقيت صعب جدا وده الهدف ده اول ما جاء في التوقيت ده اول توكور هايزين